بندردش بقى في الفاصل جات سيرة إشعة حب الفيلم الجميل اللي طبعا كلنا بنعشاقه ده كان حاجة إيجابية استخدم إشعة معينة عشان يحق غرض معينة ولكن فيه طبعا بعض الأطراف اتضرت بس أنا مقدرش عنها إيجابية ليه مش سميحة جوزت بس ده ممكن يدخلنا فكرة الشخصية الميكافيلية اللي هي الغاية تبرل الوسيلة لكن مع هند رستم سمعتها في الآخر فقت مش قد كده وعادل هيكل يعني قصة دخل فيها مشاكل كتيرة جدا بس هي فكرة الفيلم ده كانت فكرة مؤثرة أنه أنا بعمل إشعة وبعمل لها سيناريو محبك جدا لأن قصة في الآخر اكتشفت في نهاية الفيلم فده بس رسالة بنقول للناس حاول بقدر الإمكان أنك أنت تدور على الحقيقة بشكل يعني دقيق جدا لأنه ممكن اللي بيعمل إشعة عمره ما بغبي على عكس ده اللي بيعمل إشعة بيبقى زاكي جدا وعايز برضه أقول كمان يعني لو طلعنا من إشعة حب وروحنا للشيكسبير زا ما كنتم أحكي لك في البريك الشيكسبير عنده تلات روايات عطيل وماكبث والمالك لير والتلاتة قايمين على نفس الفكرة التلاتة بدخلين في فكرة النرجسية والطموح والغيرة وإزاي دول حركوا ناس معينة عشان تطلع إشعاعات عشان نضمر مستقبل الشخص اللي قدامنا يعني خلينا نتكلم ناخد مثال منهم عشان الوقت بس اللي هو عطيل عطيل وضايدامونة عطيل كان بيحب ضايدامونة جدا وده المنديل بتاع أمه عشان تحتفظ بيه في مكان آمن أحد مساعدين بتقع في الشغل احنا بنتكلمه في بيئة العمل كان اسمه ياجو كان متجاوز واحد اسمها إيميليا ياجو ده عنده طموح أنه يبقى مكان عطيل فعمل إيه راح خلى إيميليا تسرق لأن هي كانت الخادمة بتاعة ضايدامونة تسرق المنديل بتاع والدة عطيل وتديه لشخص تالت كان موجود معهم في القصة مالوش أي زنب خالص عشان يثبت أن فيه علاقة غير شرعية بين ضايدامونة وبين الشخص التالت اللي حصل إيه أن عطيل قتل ضايدامونة وبعد ما تقتل ضايدامونة إيميليا دي اللي هي مرات ياجو الشرير شعرت بالزنب فقالت لعطيل أن هي ما كانش لها أي حاجة خالص وأن جزها الشرير ياجو هو اللي طلب منها أنها تسرق المنديل حصل إيه عطيل قتل نفسه طبعا شيكسبير كان بيحب عكن علينا في كل يعني المصرحات بتاعته بس شايف النهاية الدرامية برغم أنه هم اتجاوز واحدة وكان بيحبها جدا ومفروض أنه كان بيثق فيها إشاعة ممنهجة ضمرت حياته وانتهت بقتله هو وقتل ضايدامون فدي برضو احنا بنقول للناس يا ريت نقرف الأدب لأن الأدب بيوصل لنا برضو قد إيه الغيرة والحق وخصوصا في مكان العمل لأنك أنت لو في شغل وناجح شيء طبيعي جدا أن الغيرة والحقد والناس اللي هم عايزين ياخدوا مكانك بتزيد قوي ما خلينا ناخد مثال تاني هتلر ورومل رومل يعني موسيليني لما تزنق في الشرق الأوسط طلب من هتلر مساعدة بعت له مين بعت له رومل رومل لما بقى قائد عظيم ومشهور واسمه بيسمع كل اللي حواليه القادة التانية القادة التانية الألمان لما شعروا بنوع من الحقد عملوا إيه طلعوا إشاعة أنه رومل عايز يقتل هتلر فإيه اللي حصل تم استدعاء رومل لألمانيا وقالوا له حاجة من اتنين يا تعدم وكل المميزات سواء جنازة عسكرية أو سواء معاش كل هيتشيل منك أو هندي لك كابسولة صغيرة فيها مادة سامة اسمها سيانايت هتموت في ربع ساعة وهنقول إن جالك هارت تأتاك أو نوبة قلبية وخلاص فاختار الاحتمال التاني عشان مراته وابنه ياخده المعاش كل ده بسبب إيه بسبب إشاعة من أعداء هذا الشخص الناجح في مكان العمل عشان كده بقول الحرص والحكمة خصوصاً لو أنت شخص ناجح وعندك إنجازات ترجمة نانسي قنقر